بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلبة وطالبات مقرر بيزنس ماثيماتيكس MTH 112 نجدد اللقاء بكم في lecture number 7 وزي ما تعودنا دايما ان احنا بنستعرض الجزء اللي احنا خدناه فيما سبق عشان نربط الامور معنا لو نتذكر كده احنا اتكلمنا على مدار الاسابيع الماضية في مجموعة من كان الشابتر الاولاني بيتكلم على المفاهيم الاساسية في الماثيماتيكس واللي اشتغلنا بيها والشابتر التاني كان بيتكلم على بعد كده اتكلمنا في شابتر 3 على الفانكشنز اند جرافز وبالتحديد كان بنتكلم في الدالة الاستية والدالة اللغرتمية الاكسفونينشي الفانكشن والليجوريثميك فانكشن في شابتر 4 اتكلمنا على الليمتس والكونتينيوتي اللي هي نهاية النهايات ودراسة اتصال الدوال بعد كده في شابتر 5 اتكلمنا على الفاينايس الماثيماتيكس اللي هي بالتحديد كنا بنتكلم على السيكونس والسيريز واخدنا الارثماتيك سيكونس والارثماتيك سيريز والحاجات الخاصة بيها وازاي بنحل مجموعة المسائل دي وبدأنا في شابتر 6 بحاجة اسمها الديفرينشيشن او التفاضل وطبعا واضح من العنوان بتاع اليوم ان احنا هنتكلم على حاجة اسمها وطبعا فيها ويبقى لازم يكون الجزء ده مقترن بالجزء السابق اللي هو الديفرينشيشن وده اللي هنعمله في البداية يبقى طالما احنا مستمرين في الديفرينشيشن او التفاضل او الاشتقاق يبقى انا لازم اعيد اجزاء سريعة عشان اتذكر بيها فبعنوان remember that او تذكر ما يلي احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت او في المحاضرة السابقة على الديفرينشيشن وقلنا ان ف داش لما نكون ف اف اكس هي الفونكشن ويطلب مني ف داش يعني المشتقة الاولى او الفرست دريفرينشيشن او اجراء التفاضل هي هي لو قلنا واي وطلبنا الديفرينشيشن اللي هي واي برايم يعني او واي داش ممكن اقول عليها دي واي باي دي اكس الديفرينشيشن وذرزبك تو اكس و اكس طبعا هو المتغير او الفاريبل اللي احنا بنفاضل بالنسباله والكلام ده طبعا بدأنا نتكلم فيه وقلنا انه ممكن نتسئل في التفاضل او الاشتقاق باي طريقة من ديفرينشيشت درايف فاين ذا دريفاتيب اوجد المشتقة الاولى اوجد التفاضل كل ده بنفس المعنى وخدنا طبعا امثلة كتير على الجزء ده بالتفصيل كمان من الحاجات الاساسية اللي اتكلمنا فيها ان احنا لما نعمل دريفاتيب للكونستانت اكيد في النهاية بيطلع زيرو اي كونستانت لما نيجي نعمله دريفاتيب هيطلع في النهاية زيرو من الحاجات برضو القوانين الاساسية اللي اتكلمنا فيها ان لما يبقى عندك اكس تو دي باور ان اكس مرفوعة لأس التفاضل بتاعها ان انا بينزل القس ونقص واحد وبالتالي دي باي دي اكس لأكس تو دي باور ان هتبقى ان في اكس تو دي باور ان مينس ون والان طبعا اي ريال نمبر موجب سالب فراكشن واخدنا امثلة كتيرة جدا على الكلام ده بس لما نيجي نخصص المسألة ونقول دي باي دي اكس للاكس هتبقى واحد دي جات منين لكن الاكس دي اللي مكتوبة كده هي القس بتاعها او الباور بتاعها وان يبقى لما نيجي نعمل تفاضل هيبقى ايه الواحد هينزل ونقص واحد يبقى واحد نقص واحد يعني زيرو يبقى واحد مضروبة في اكس تو دي باور زيرو واتفقنا ان اي حاجة باور زيرو هي بوان يبقى كده تفاضل الاكس في النهاية يطلع واحد بعد كده قلنا لو عندي كونستنت مضروف في فانكشن ومحتاج اعمل التفاضل ده انا ممكن اخرج الكونستنت ده برا الفانكشن خالص واعمل التفاضل الفانكشن عادية جدا F داش ويظل الكونستنت مضروف فيها ودي طبعا احدى طرق الاختصارات لو احنا ممكن نلجأ لها لما نكون المسألة محتاجة الطريقة دي طيب ايه كمان ممكن يكون عندك مجموع دلتين او الفرق بين دلتين ومحتاج تعمل تفاضل للمجموعة دي او الفرق ده فممكن تجزأ المسألة وتعتبر كل فانكشن مستقلة وتبدأ تطبق عليها القوانين الخاصة بها فعند دي باي دي اكس لمجموع F وف اكس زائد G وف اكس يمكن انها تحول لF داش زائد G داش خدت الF فضلتها لوحدها وطلعت F داش باي طريقة طبعا وخدت الG فضلتها لوحدها وجماعت الناتج ما بينهم نفس الكلام ينطبق على الطرح او الديفرنس لما يبقى فيه فرق بين two functions ممكن نجزأها لtwo functions ويبدأ افاضل كل واحدة لوحدها يطلع لنا F داش ناقص طبعا ايه جي داش كمان خدنا قانون البروداكت لما يبقى عندي حاصل ضرب دلتين وده مهم قوي في التطبيق حاصل ضرب دلتين بيبقى مشتقط الاولى في التانية زائد مشتقط التانية في الاولى مين فيهم بالترتيب زي ما انت عايز المهمة تبدأ تفاضل واحدة تضربها في التانية وتفاضل التانية تضربها في الاولى فبقيت F داش زائد G زائد F ج داش لو بدلنا الترمين دول مفوش مشكلة لان احنا قلنا ان الجمع عملية ابدالية فيمكن ان انا اكتب دا الاول وبعدين دا والاتنين في النهاية تجي النهاي صح ويبقى دا هو القانون الخاص بيحاصل ضرب دلتين او product of two functions يظل قانون اخر اللي هو قانون الكوشنت او الدلتين المقسومين على بعض تفاضل حاصل الدل الكسرية او الدلتين مقسومين على بعض هنا بنقول ناخد المقام اتضمنيتو زي ما هو نعمله square وبعدين اللي فوق دا بقى له ترتيب معين نقول مشتقط البسط F داش مضروبة في G ناقص اللي فوق زي ما هي F مضروبة في G مشتقط البسط في المقام ناقص مشتقط المقام في البسط على مربع المقام وهو دا قانون الكوشنت او حاصل اسم دالتين دا كده كل اللي اتكلمنا فيه المرة اللي فاتت وطبعا احنا بنعيده سريعا عشان وده طبعا كان شابتر 6 زي ما اتفقنا عشان دلوقتي احنا بنتابع الجزء ده فجزء فيه جزء اخر من الهاردة اللي هو شابتر 7 وهنشوف هنتكلم على ايه بالتحديد لما نبدأ نتكلم على شابتر 7 اكيدنا بنتكلم على تطبيقات احنا امتى بناخد التفاضل وحنا طبعا قلنا دايما بنقرم اللي احنا بناخده فيه الماثماتيكس بالجزء الخاص بالعمل يعني احنا ليه بندرس التفاضل حنشوف دلوقتي التفاضل له تطبيقات عديدة في علوم ايه الادارة او في البزنس ازاي بقى نشوف اول حاجة هو بيتكلم على مصطلح اسمه the rate of change كلمة rate of change يعني معدل التغير نخلي بالنا الجملة دي لو جات او اقترنت باي function يبقى هي بالنسبة لها الحل هو عبارة عن اجراء التفاضل في العموم ده حتى تعريف التفاضل في البدايات او differentiation هو بيقول the rate of change of function يبقى كلمة rate of change of function يبقى تعني اجري التفاضل يعني لما نقول rate of change of f يبقى كلمة انا مطلوب مني f rate of change of g يبقى مطلوب مني g rate of change of any function ده يعني ان انت تحسب التفاضل للfunction دي وبالتالي لما يبقى عندي the rate of change of the total cost function total cost function بالشكل ده rate of change of the total cost function يبقى ده معناه اجري التفاضل للتوتال cost function طيب لو التوتال cost function فرضناها بالرمز c of x جاية من الكوست هي ده اللي تتكلفة التكلفة بتاعتنا بنسميها cost function فيبقى c of x معنا كده rate of change يعني c dash of x تفاضلها d by dx لي من للc of x يبقى rate of change of function دي معناها مباشرة هو اجراء المشتقة او التفاضل للfunction اللي موجودة دي ايا كان بقى السؤال بتاعة rate of change of any function this means that find derivative of this function لما يقولك معدل التغير لأي دلة تعني اجراء التفاضل للدلة دي بالنسبة طبعا للمتغير بتاعة ده الجزء الايه الاول اللي محتاجين نأكد عليه وده طبعا كل الاجزاء دي ممكن تتسئل فيها نظري ان احنا نيجلنا جزئية بالشكل ده rate of change ده معناه ايه وهكذا طيب لما نتكلم بقى على profit function profit function p of x profit function هي عبارة عن دلة الربح دلة الربح طيب بالبلد دي كده الارباح بتتحسب منين ها الارباح بتتحسب منين مش ممكن نقول ان الارباح دي تعني الايرادات اللي بتجيلي اطرح منها التكلفة بتاعتي انا جالي ايراد 100 دولار وانا كلفت 60 دولار يبقى فعليا انا ربحت 40 دولار ده 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 بالمعنى البسيط يعني اه طبعا profit function هي دلة الربح هي عبارة عن الفرق ما بين revenue function اللي هي دلة الايراد r of x اطرح منها مين ال cost function اللي هي c of x وبالتالي قانون ال profit function p of x equal r of x minus c of x مين c of x هي cost function دلة التكلفة مين ال r of x هي revenue function دلة الايراد مين ال p of x ال profit function دلة الربح يبقى الربح بتاعي هو صاف الايراد اللي بيجي ناقص ايه الكوست اللي موجود وده ممكن طبعا يجي لنا في اسئلة ونتسئل بالكلام ده طيب بعد كده هنتكلم على حاجة اسمها المارجنال analysis المارجنال analysis لأي function هي عبارة عن حاجة يعني يعني مثلا لما نقول المارجنال cost المارجنال revenue المارجنال profit يعني التكلفة الحدية او الربح الحدي او الدلة الايراد الحدية وهكذا كلمة مارجنال هنشوفها تعني ايه بمنسبة لنا هنجزقها طبعا كل واحدة لوحدها المارجنال ايضا تعني تفاضل يبقى قبل كده اخدنا معدل التغير يعني تفاضل والمارجنال يعني تفاضل يبقى لما اقول the marginal cost function يعني اعملي تفاضل لدلة الكوست هي c طب لما يقول marginal revenue function يعني r اعمل تفاضل لدلة الربانيو او دلة الايراد اللي هي d by dx للr او r طيب لما يقولك انا عايز احسب المارجنال profit function يعني طلع لي p داش p داش تعني تفاضل p اللي هي دلة profit function يبقى كلمة rate of change تعني تفاضل كلمة marginal تعني تفاضل ده ملخص الاجزاء اللي احنا تكلمنا فيها والحاجات النظر rate of change تعني التفاضل rate of change of any function تعني derivative of this function profit function تأتي عن طريق revenue function ناقص cost function يعني دلة الربح تعني دلة الايراد ناقص دلة التكلفة برمز دلة التكلفة cost c of x برمز لدلة الاراد revenue function r of x برمز لدلة الربح او profit function p of x يبقى p of x هي r of x ناقص c of x اللي بعده المارجنال تعني derivative marginal cost يعني c dash marginal revenue تعني r dash marginal profit تعني p dash خلي بالكم حتى الرمز احنا جايبينه من المصطلح من الحرف profit بقت p marginal profit p dash revenue بقت r marginal revenue بقت r dash cost c marginal cost بقت c dash عشان حتى الرموز ما ننسهاش ونقدر نتعامل معاها بسهولة طيب نبدأ بقى نشوف اول مثال طيب لما نبص على المثال ده بيقول ايه suppose the total cost in dollars incurred each week by company for manufacturing x revergators is given by the total cost function c of x equal 8000 plus 200 x minus 0.2 x square for x from 0 to 400 الكلام ده يعني ان احنا عندنا في دلة التكلفة الفعل الكلية في مصنع لصناعة الثلاجات مثلا بيقول ان التكلفة جاية بcost function c of x ودي الفنكشن بتاعتنا طيب خلاص ادي دلة التكلفة ايه المطلوب بقى مني في المسألة دي نشوف مطلوب مني what is the actual cost for manufacturing ذا 251 يعني ايه الكلام ده يعني لما ننتج التلاجة رقم 251 خلاص ايه بقى التكلفة الفعلية لصناعة التلاجة ال 251 دي طيب هو انا عندي خلي بالك وبعدين نشوف الجزء التاني الجزء الاول لما نتكلم فيه هو انا عشان انا عندي القانون هنا بيقول التكلفة الكلية total cost طيب يبقى لما نعوض عن كل اكس ب251 251 التلاجة رقم 251 يبقى الرقم اللي هيظهر يمثل ايه يا جماعة يمثل اجمال التكلفة لغاية صناعة التلاجة 251 ماشي لكن هو عايز ايه عايز تكلفة التلاجة دي فقط طيب لو عوضنا ب250 يبقى اداني التكلفة الكلية لغاية صناعة 251 وبعدين لما نعوض 251 يطلالي من بعض يبقى انا طلعت فقط التكلفة بتاعت التلاجة دي هو ده اللي هيحصل ان انا عندي ده التكلفة الكلية عوضت ب251 وبعدين عوضت ب251 شلت كل اكس في القانون ده حطيت 251 فبقيت 8000 زائد 200 في 251 ناقص 0.2 في 251 سكوير وطرحت منها التكلفة بتاعت 250 شلت 2599 0.8 ناقص 45500 طرحتهم من بعض طلعت 99 0.8 لكني تكلفة التلاجة رقم 250 كانت 99 دولار 80 سنت يعني حاجة بالشكل ده ده بالنسبة للسؤال الاول طيب نرجع السؤال التاني بقى وانت مغمط اول ما قالك كده تعرف ان الحل ايه هو اجراء تفاضل شوف لي بقى اجراء تفاضل لمين ده total cost يبقى كل المطلوب منك اجراء تفاضل لدالة total cost اللي هي من الدهالي دي هفاضلها هيطلع c dash of x c dash of x اللي هي total rate of change of total cost ماشي بس كده مش عايزها function وبعدين win x equal يبقى لازم بعد ما نعمل التفاضل نوجد قيمة المشتقة او قيمة التفاضل عندما x تسوي 250 يعني انا دلوقتي الحل خطوتين كلمة rate of change يبقى معناها تطلع لc dash of x عند الميتين وخمسين يبقى بعد ما تخلص اجراء التفاضل وتطلع rate of change او معدل التغير تبدأ تفاضل عن كل x بكام بميتين وخمسين يلا ننفذ الكلام ده اه انا عندي اهو ادي function c of x محتاج بقى c dash يلا التمن تلاب ده التفاضل بتاعه زيرو مش هيبة موجود ميتين اكس التفاضل بتاعها ميتين ناقص او بوين اكس سكوير اللي اتنين تنزل تتضرب هنا تبقى او بوين تفور وتنقص واحد من ال power ده يبقى اكس بس فبقت الفنكشن بتاعتنا rate of change بقى ميتين ناقص محتاجين ده عند الميتين وخمسين عوض عن كل اكس بميتين وخمسين ويحسب يطلع الرقم يمثل مية هو ده قيمة rate of change لما تساوي ميتين وخمسين ده كده المثال الاول نفهم منه كلمة rate of change تعني تفاضل هو طلب rate of change وبعدين عوض بنقطة يبقى عنده نقطة محددة ده اول مسألة وده الحل بتاعها لآخر خطوة طيب نشوف مسألة كمان مسألة هنا معرفلي ببساطة جديدة total cost function c of x هي واضح انها 0.00001x cube minus 0.08x square plus 40x plus 5000 وبعدين بيقول find the marginal cost function ها اول منشوف المطلوب ده المطلوب ايه ماذا نفعل marginal cost تبقى rate of change marginal cost يبقى تفاضل للكost marginal cost يبقى تفاضل للكost المرجنال عموما هي تفاضل فهنا عايز تفاضل للكost يعني عندي c of x طلع لي c dash ابدأ اعمل تفاضل للكلام ده يلا نبص كده هنجري التفاضل ازاي الترم الاولاني ده او 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 وان ده كونسان تخرجناه برنا مسيكنا الاكس تحكيب فاضلناها بقى التلاتة اكس سكوير وبعدين ضربنا التلاتة في الاو او 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 وان دي حسبناها طلعت بالشكل ده ماشي ال ماينس او او ايت ده كونسان الاكس سكوير تفاضلها اتنين اكس الاربعين اكس هتبقى تفاضلها اربعين والخمس تلاف ده كونسان تفاضله زيرو يبقى المارجنال كوست بقت بالشكل ده انا هو لو طلب مني بس مارجنال كوست فانكشن وسيكت خلاص لكن جي في المطلوب التاني قالك ابدأ اعوضلي عن اكس بمتين وتلتمية وربعمية وستمية في المارجنال كوست يبقى بعد ما اوجدنا التفاضل مطلوب ممني اربع حاجات اعوض عن كل اكس في المارجنال كوست يعني في التفاضل بمئتين والخطوة اللي بعدها اعوض عنها بتلتمية خطوة اللي بعدها اعوض بربعمية خطوة الاخيرة اعوض بستمية واحسب الناتج في كل مرة من الاربعة دول طبعا انا عندي دالة التفاضل اهي اللي هي تمثل السيداش او تمثل المارجنال كوست فانكشن اهي عوض عن اكس بميتين شي كل اكس وحط ميتين شي لكل اكس وحط تلتمية شي لكل اكس وحط ربعمية شي لكل اكس وحط خمسمية واحسب يطلع لك على الترتيب عشرين تسعتاشر اربعة وعشرين اتنين وخمسين وهكذا هو ده حل المسألة لاخر خطوة اللي بعده مسألة بتقول given that the revenue function قلنا ال revenue function هي ال r of x اللي هي دالة الايراد يا جماعة ماشي اول مطلوب find the marginal revenue function r dash ماشي حتى هو جابها لك r dash هو ممكن مايقولش دي هو مباشرة يقولك marginal revenue function تعرف ان انت تمسك دي تعمل لها تفاضل وبعدين طلع لي r dash عند الالفين المعنى ده ممكن يقوله نظري يقولك find the marginal revenue function at x equal 2000 زي ما قالها في المسألة اللي فاتت وممكن يبقى مختصرة r dash between two brackets 2000 الاتنين بنفس المعنى انت بعد ما تجري التفاضل وتطلع لي حاجة اسمها المarginal revenue function r dash تبدأ تعود عن كل x بكام بألفين يبقى نشوف كده r of x اهي وابدأ اعمل r dash r dash في الاول اهي ده يتفاضل خلاص تعودنا بقى على التفاضلات ان ال power هينزل ونقص واحد وهكذا r dash دي اعود بألفين يطلع لي الشكل ده عدت 2320 وبعدين بيقول لك علق بقى على النتائج بتاعتك ايه المعنى ده هي دي دلت ايه هي دلت الايراد يبقى هو التعليق بيقول ايه اني الايراد الفعلي بعد ما انتجنا 200 منتج طلعي 320 ايه دولار ده التعليق لاني ده الرقم الناتج يعني هي كانت بتكلم على ايرادات طيب ايه كمان انا عندي بقى هنا الكوست اه بيقول لك في نفس المثال السابق خلي بالك يعني هناخد دلة ايه الريفينيو او الار اف اكس اللي معلومة وعندي السي او دلة الكوست يعني المثال ده انا عندي الار اف اكس اه ماشي ونفس المثال هو بيقول نفس المثال بس ادالك كمان الكوست فاين ده بروفت فانكشن الله هي البروفت فانكشن دي تيجي منين يا جماعة دلة الربح انا عندي الكوست اه وعندي الار اف اكس يبقى اول خطوة ار اف اكس معلومة والسي اوف اكس معلومة يبقى نقدر نقول البروفت بي اوف اكس هتبقى ار اوف اكس ناقص اوف اكس هطرح من بعد اوف اكس هطرح منها السي اوف اكس دي فانا عندي هنا ناقص او بوين او اكس سكوير مفيش حاجة تانية اكس سكوير عندي ربعمية اكس هنطرح منها مية اكس فبقت ايه اكدناها تلتمية اكس وبعدين ناقص ميتين الف دي دي ناقص يعني خدنا دلة الار اوف اكس كتبناها هنا ناقص دلة السي اوف اكس كتبناها هنا وبعدين ده ناقص ده فطلعت دي اول ترم ده ناقص ده بقت تلتم اخدنا دي ونبدأ نعمل لها تفاضل فبقت البي داش بالشكل ده فاضلنا ده وفاضلنا ده وطبعا الكون سنت تفاضله زير اخر حاجة عايزين نعوض بقيمة بالفين طلعنا قيمتها وعلق عليها فقلنا ان الربح الفعلي اللي بعد الميتين منتج هيطلع بالشكل ده فنخلي بالنا الاراد احنا بمثال الفات برضو كان عند الفين كان الاراد تلتمية وعشرين والربح كام ميتين وعشرين اكن فيه تكلفة فصاف الربح هو عبارة عن الاراد الكل ناقص التكلفة الكلية اللي عندي وده اللي عملنا في المسألة من الشكل ده طيب ده كده الجزء الاول الخاص بالتطبيقات اللي فيه الجزء اللي احنا اتفقنا عليه سواء كانت قلنا معدل التغير قلنا دالت التكلفة قلنا البروفيت دالت الربح قلنا الربح ييجي منين البي هتبقى الربح ناقص الكوز فانكشن سي وقلنا كلمة تعني تفاضل لأي واحد من كل الفانكشن اللي احنا اتكلمنا عليها ده بالنسبة للجزء الاول من المحاضرة طيب نشوف الجزء التاني بعد الجزء التاني من المحاضرة بيكلم على التفاضلات العليا يعني ايه تفاضلات العليا يعني دلوقتي انت عندك فانكشن اسمها f وطلب منك اجراء تفاضل اكتنك هتوجد df by dx او بنسميها f d اشوف x ده اللي احنا عملناها المرة اللي فات وكل اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي في التفاضلات تمام طيب هو ممكن ناخد المشتقة الاولى دي ونجري عليها تفاضل اخر ممكن وبالتالي احنا بنوجد المشتقة اسمها ايه بقى المشتقة التانية او second derivative وبالتالي هنرمز لها بالرمز f double dash اللي هي زي دي f double dash تعني خدنا المشتقة الاولى فضلناها ده اسمه first derivative او f dash او المشتقة الاولى هنا المشتقة الثانية او second derivative f double dash طيب ولو خدناها فضلناها كمان هنطلع المشتقة التالتة طيب لو فضلناها كمان المشتقة الربعة والمشتقة الخمسة وهكذا يعني يمكن اجراء اكتر من مشتقة متتالية وراء بعض ايوة فدي اجتمع المشتقات الايه العليا او higher derivative تمام كده طيب ازاي بنجري الكلام ده تعالوا بص المسألة يعني لو بصينا في المسألة دي انا عندي function عادية جدا اه f of x بساوي x to the power 4 ده اه polonomi العادية x مرفوع الاس 4 وبس هنا اللي مطلوب find the second derivative second derivative يعني انت مطلوب منك اجراء التفاضل مرتين المرة الاولى عشان نوجد f او المشتقة الاولى والمرة التانية هناخد المشتقة الاولى ونجري لها تفاضل اخر يطلع لنا المشتقة التانية او second derivative طيب انا عندي f of x بساوي x power 4 ازاي اوصل ل f داش يلا f داش هناخد f of x ونفضل ها 4 تنزل تبقى 4 x cube حاجة بالشكل ده خلصنا هو بيقول ايه اطلع f داش ماذا نفعل الاربعة دي كونس هخرج ها برا اهي و x cube تفاضل هتنزل الpower 3 x square وبعدين نضرب 4 في 3 بقت 12 x square يبقى ده ناتج الحل بتاع المشتقة التانية يبقى انا كده اجريت تفاضل مرتين ودي f داش او second derivative اللي كانت مطلوبة f of x بتساوي x to the power 3 over 2 ماشي يبقى دي ال f اول خطوة f داش ماذا نفعل ينزل الpower اللي هو 3 على 2 ونقص واحد اكنها 3 على 2 ناقص واحد يطلع لنا كام 3 على 2 ناقص واحد هيطلع نص يبقى كده وصلنا ال f داش بقى 3 على 2 في x power نص لما هنيجي نعمل تفاضل تاني خلي بالك التلاتة على 2 اه ماشي x power نص هنفضلها هيبقى ينزل نص في x power نص ناقص نص يطلع لنا ناقص نص وبعدين نضرب الكون سنضيف بعض عندنا كسرين مضروبين في بعض البسط في البسط والمقام في المقام 3 في 1 بتلاتة 2 في 2 باربعة وال x power اشوف كمان مسألة find the third derivative third derivative خلي بالك يبقى التفاضل التالت انا محتاج اجراء 3 تفاضلات في المسألة اللي قدامنا دي 3 تفاضلات يعني انا هبدأ دلوقتي ب f of x هفاضل مرة وبعدين اختصر وفاضل مرة كمان وبعدين اختصر وفاضل مرة تالتة نبص كده تطبيق المسألة اول تفاضل ايه رأيكم قبل ما نشوف الايه السلايد هينزل الpower ونقص واحد يبقى اتنين على تلاتة في اكس power اتنين على تلاتة ناقص واحد يطلع لنا كام ناقص واحد على تلاتة فعلا كده ادي افول ده واحدة تعودنا عليها خلاص سهلا التانية اتنين على تلاتة ده 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 خلي بالك ده ينزل يبقى ناقص واحد على تلاتة اناقص منه واحد كمان تبقى ناقص اربعة على تلاتة ماشي نضرب دول في بعض اتنين في واحد باتنين تلاتة في تلاتة بتسعة وطبعا في اشارة سالبة يبقى ناقص اتنين على تسعة اكس باور ناقص اربعة على تلاتة نفاضل مرة كمان ده كان نصلا تخرجناه بره ينزل الـ اهي ناقص اربعة على تلاتة ونقص واحد تبقى ناقص سبعة على تلاتة دول لما يضربوا ببعض ناقص وناقص بموجب اتنين فاربعة بتمانية تسعة في تلاتة بسبعة وعشرين وده اكس باور ناقص سبعة على تلاتة التفاضل وده التفاضل التالت خلي بالك دلوقتي احنا التفاضل الاولاني كتبنا ف داش التفاضل التاني كتبنا ف دابل داش التفاضل التالت كتبنا ف تري بل داش طيب بعد كده هنقعد نعمل داش هتكبر قوي شوفوا كده تري داش كبير ازاي هل لما نعمل اربعة وخمسة وستة يبقى كده لا لها طريقة في الكتابة هتظهر فيما بعد طيب نبص كده على الكلام ده التفاضل الرابع او المشتقة الرابعة مهم اول يبقى انا همسك دي هفضلها اربع مرات نبدأ بالتفاضل الاولان يلا ينزل الباور الخمسة دي كنت طلعناها برة يبقى انها بقيت كام خمست اكس سكوير المشتقة التالتة تلاتين تلاتين تفاضلها كام زيرو خلي بالك الاول انا كتبتها ازاي دي اف باي دي اكس المشتقة الاولى لو عملتها باور يبقى دي اتنين اف باي دي اكس سكوير دي معناها مشتقة تانية تكتب بطريقة تالتة دي تلاتة اف باي دي اكس تلاتة يبقى التفاضل التالت هنا الرابع طيب لو كتبناها عن طريق دي باي دي اكس زي ما قلنا لو التفاضل التاني يبقى الباور بتاع دي والباور بتاع الاكس حاجة كده دي اف باي دي اكس دي اف باي دي اكس كيوب دي فور اف باي دي اكس باور فور وهكذا يبقى باستخدام البرائم او الداش اف داش اف دابل داش اف تريبل داش بعد التالت ما نقدرش نعمل اربعة داش بقى او خمسة داش والكلام ده وهتبقى المسألة مش هتخلص نكتب الرقم بين بتوين تو براكتز دي مش باور دي التفاضل الرابع يعني لو كتبنا تلاتة بتوين تو براكتز عشان يبقى هو رقم التفاضل يعني لو قلنا اف بين قسين باور كده كتبنا سبعة دي معناها المشتقة السبعة او التفاضل السابع وهكذا فده طريقة الكتابة قدامنا حل من اتنين يقيم ما نكتب ها داش يبقى داش دابل داش تربل داش وبعد التلاتة اربعة وخمسة واي رقم يبقى هو رقم بين قسين رقم صغير كده يبقى ده اسمه رقم المشتقة او دي باي دي اكس دي تو باي دي اكس سكوير دي ثري باي دي اكس كيوب دي فور باي دي اكس فور وكتب الفانكشن اللي انا بفضلها بالشكل ده يبقى دي طريقتين لكتابة المشتقات العلياء طب اجراء المشتقة طب انت دلوقتي يخلي بالك المسألة دي كانت من البداية خمسة اكس تكايب لما فضلناها باقت خمسة اكس سكوير لما فضلناها باقت تلاتين اكس لما فضلناها باقت تلاتين لما فضلناها باقت زيرو اي مشتقة بعد المشتقة الرابعة للمسألة دي هتطلع بكام هتطلع بزيرو يعني كده المشتقة الرابعة بقت زيرو وما بعدها يبقى هي كده انا قدر افاضل لغاية امتى لا كل التفاضلات اللي بعد كده بقت زيرو لاني طبعا خلاص تفاضل الكونستانت او تفاضل الزيرو هيبقى زيرو وتظل زيرو كما هي ده بالنسبة للمشتقات العليا طيب نشوف كمان مسألة والمسألة هنا بتقول اوجد المشتقة التالتة للفنكشن دي خلي بالك f of x لازم تطلع f dash f double dash f triple dash او d by df df by dx d2 f by dx square d3 f by dx q ماذا نفعل؟ تعالوا نبدأ بالتفاضل الاولاني 5x square زي 7x ناقل 6 لما نيجي نعمل f dash هتبقى ايه؟ 10x زائد 7 طيب لما انفاضل تاني بقت عشرة لما انفاضل كمان بقت زيرو طب لو طلب مني المشتقة الرابعة في المسألة دي زيرو وهكذا يبقى كده كتبناها بالصورة دي f dash f double dash f triple dash او كتبناها df by dx d2 f by dx square d3 f by dx cube and so on وطبعا هنا تلات ترمات لكننا بنفاضل كل ترم ترم الاولاني تفاضله هينزل الباور بقت 10x خلاص تعودنا السبعة x تفاضلها سبعة الكونسانت ده هيتلاشى من هنا بقت زيرو بعدين التفاضل التاني العشرة x تفاضلها عشرة والسبعة هيتلاشى لانه هو كونسانت العشرة ده هيبقى زيرو وما بعد ذلك التفاضلات كلها هتوصل لزيرو ده بالنسبة للمسألة دي نشوف كمان مسألة المسألة بتقول given that the function g of x بتساوي 4x power 6 minus 3x to the power 5 minus 10x square plus 5x plus 16 find g dash and g double dash الكلام ده معناه ايه معناه عندك فونكشن اهي لو سمحت طلع لي المشتقة الاولى والمشتقة الثانية ماذا نفعل وطبعا هنا مجموعة ترمات ترم اتنين تلاتة اربعة خمسة ما فيش اي مشكلة تفاضل ايه مشتقة الاولى هنبدأ نفاضل الكلام ده يطلع اربعة وعشرين x to the power five بينزل الباور منقص واحد واضرب الكونسانت في الرقم اللي نزل بقت اربعة وعشرين نفس الكلام هنا ناقص تلاتة كونسانت اكس باور فور خمسة في ناقص ثلاثة بقت ناقص خمستاشر ممكن اكتبها على طول او زي ما احنا متعودين هنا ناقص عشرة طلعناها برة اكس سكوير تنزل اتنين اكس تتضرب ناقص عشرة في اتنين بناقص عشرين خمسة اكس بقت خمسة وستاشر تفاضلها زيرو ناخد الكلام ده نفاضله مرة كمان الاربعة وعشرين كونسانت اخرجها برة اكس باور خمسة تبقى خمسة اكس باور خمسة في اربعة وعشرين بمية وعشرين ناقص خمستاشر خرجناها برة الاربعة تنزل ونقص واحد اربعة في ناقص خمستاشر بناقص ستين الناقص عشرين اكس الناقص عشرين تبقى ناقص عشرين والاكس تفاضلها بواحد زي ما اتفقنا الخمسة تفاضلها زيرو انا عندي مشتقة تانية خلاص لو اطالب كمان جي تريبل داج والتفاضل الرابع والتفاضل الخامس وهكذا اقدر اتابع وكمل المسألة مفهاش اي مشكلة طيب لما نشوف كمان مسألة نبص كده هنا بقى نوعية من المسائل نخلي بالنا منها هو بيقول ايه given that f of x بيساوي x cube خلص ما فيش مشكلة دي function then find the value of of f double dash of four الكلام ده معناه ايه الكلام ده معناه اننا محتاج ايه يا جماعة محتاج المشتقة التانية للفنكشن دي يعني هنفاضل مرتين يبقى الاول بنحدد احنا محتاجين نفاضل كم مرة خلص هنا f double dash يعني مرتين يبقى لازم اقرر الفنكشن اهي اوجد التفاضل يبقى دي الخطوة الاولى بس هو مش عايز التفاضل وبس لا عايزك تعمل بعد ما تخلص التفاضل اللي هو طلبه بقيمة معينة وده مهم يبقى المسألة دي جزء ايه الجزء الاولاني ان انا بأجري التفاضل وفقا للرقم اللي هو طلبه والجزء التاني ان انا بعوض عن قيمة x في المسألة بكام بالرقم اللي هو مدهولي فهنا طبعا مطلوب مني تفاضل مرتين وبعدين اعوض عن كل x بكام باربعة فبقى التفاضل الاولاني f dash هيبقى 3x square التفاضل التاني f double dash هيبقى 6x خلص هو لو كان نطالب التفاضل التاني كنا وقفنا هنا لكن كلمة f 4 دي اكناها بيقولك هي نفس المعنى السؤال ممكن يطلب بالطريقة دي f double dash between two brackets for او يقولك find the second derivative at x equal four او find the f double dash at x equal four الاتنين بنفس المعنى يبقى معنى كده شيل كل x وحط اربعة فشلنا كل x وحطنا اربعة تلات ستة مضروبة في اربعة بكام باربعة وعشرين ويبقى ده حل المسألة لاخر خطوة تمام كده طيب نشوف جزء اخر الجزء الاخر بيقول ايه بقى ده تطبيق من تطبيقات التفاضلات العليا انا عندي distance ويهه velocity والacceleration ده حاجة في الحركة احنا عندنا معادلة الدستانس او المسافة بتعطى function في t يعني دالة المسافة او distance الاس دايما هتبقى function في متغير اسمه t احنا كنا متعودين في كل ما سبق بنتكلم على x التطبيق ده خاص جدا بالحركة وهو سهل جدا هو على التطبيق على التفاضلات العليا فعشان كده يعني مش هناخد اكتر من الجزء الخاص به فنركز فيه شوية انا عندي distance بتبقى function في t خلص هو s بتبقى function في t بالشكل ده الدستانس دي لو عملنا لها تفاضل يبقى احنا بنتطلع حاجة اسمها velocity السرعة يبقى مشتقد distance هتبقى السرعة distance لما انفاضلها يطلع علينا ايه velocity المسافة لما انفاضلها يطلع علينا السرعة طيب السرعة velocity بنسميها v يبقى نقدر نقول ان العلاقة ان v تساوي s dash او ds by dt ds by dt velocity function هي derivative of distance function v of t هتبقى d by dt ليه قلنا t هنا عشان المتغير t هناك كنا بنقول dx عشان المتغير x هي مفيش مشكلة function s معرفها لfunction في t فكل ما انفاضلها بالنسبة ل t الله طيب احنا ما خدناش التفاضل بالنسبة ل t يا جماعة هي زيها زي ال x كل ما يسري على ال x من قوانين في التفاضلات والباور ينزل ونقص واحد كل ده هعمله بس بدل ما بتكلم على ال x هتكلم على t ما فيش اي مشكلة طيب يبقى كده velocity function هي ناتج من تفاضل distance function يبقى d by dt s of t ماشي طيب ولو فضلنا دلة السرعة او velocity هيطلع لنا حاجة اسمها acceleration function a of t a of t هتبقى d by dt لل velocity function يبقى انا عندي دلوقتي التفاضل او function اسمها s لما افاضلها يطلع لنا v لما افاضلها مرة كمان يطلع لنا a اللي هي acceleration او التسارع او العجلة يبقى لو سألنا سؤال وقلنا هل velocity function هي تفاضل لدلة distance function تمام هل acceleration function هي تفاضل velocity function اه طيب ايه العلاقة بين acceleration وبين distance حد يقدر شاطر كده يقول لما دلوقتي احنا قلنا لو مسكنا دلت distance وعملنا لها تفاضل هيطلع لنا v velocity ولو مسكنا velocity وفضلناها هيطلع لنا acceleration ال a طيب عايز اقول العلاقة المباشرة ما بين acceleration وال distance ها نفكر شوية ونقول هو ايه اللي بيحصل عشان نحسب acceleration بنمسك distance ال s نفضلها مرة بالنسبة ل t وارجع افاضلها مرة تانية بالنسبة ل t يبقى نقدر نقول ان acceleration هي second derivative of distance function تاني acceleration function هي second derivative of distance function يعني هل العجلة او التصارع هي المشتقة الثانية لدلة المسافة ايوة يبقى هي مشتقة تانية بس كل الاشتقاق او التفاضلات او ال derivative هنا بتتم with respect to t بالنسبة لل t دايما التفاضلات بتاعتنا في الجزء ده بتتم بالنسبة لل t يبقى الملخص بتاعنا اني انا دلوقتي بتكلم عندي ال velocity function هتبقى هي تفاضل لدلة distance function وبعدين acceleration العجلة او التصارع هتبقى تفاضل لدلة السرعة يعني هي مشتقة تانية لدلة distance طيب المسألة هنا معرف لي s بتساوي 40 square what the particle acceleration after 30 seconds ها السؤال هنا مديني دلت distance ومطلوب ومطلوب مني acceleration ونعوض بتلاتين ماذا هنفعل ها acceleration وانا عندي distance يبقى المرحلة الاولى افاضل distance مرة بالنسبة ل t عشان احسب حاجة اسمها v او velocity او السرعة وبعدين همسك السرعة وفضلها مرت كمان بالنسبة ل t يعني اكدنا مسكنا distance وفضلناها مرتين بالنسبة لل t يطلع علينا دلة acceleration ونعوض بمين بتلاتين ده اللي احنا هنعمله في الخطوات التالية ها velocity بقى ds by dt هنفاضل الاربعة t square بالنسبة ال t اهي الاربعة تطلع برة وال t square تفاضلها اتنين t اضرب اربعة بقى 8 t وبعدين هنفاضل تمام هنفاضل مرة كمان هنفاضل مرة كمان فبقى التفاضل التاني بقى تفاضل v هو المشتقة التانية لل s اللي يطلع لنا في النهاية 8 تمام كده طيب السؤال السؤال بقى المفروض كان بيقول لك عند 30 second في عندك function المفروض نعوض بكام ب30 يعني هنا لو طلب مني velocity عند 30 هنعوض عند t ب30 وخلاص يطلع البروز لكن هنا ما كانش في t خالص الله بعد المشتقة التانية ما ظهرش t معنى كده ان التصارع حيبقى ثابت دايما لكل القيم عند اي زمن بكم بتمانية ما بقاش function في t ما بقاش هيتغير وفقا لل t شكلها كام لا هو دايما هيبقى ثابت يعني ما فيش t هو رقم ثابت لكل التصارع اللي موجود عند اي زمن موت دا كده بالنسبة اللي احنا قلناه في المحاضرة النهاردة هنهارجع سريعا كده على الجزء اللي احنا اتكلمنا فيه خطوة بخطوة عشان نبدأ نشوف السمري بتاعنا النهاردة احنا اتكلمنا على طبعا زكرناكم باللي احنا خدناها في التفاضلات وقلنا ان الواي داش او الاف داش او دي واي باي دي اكس دي المشتقة الاولى وده اللي احنا اتكلمنا عليه فاين دريفاتيب درايف فاين ذا دريفاتيب ديفرينشيت كل ده بنفس المعنى وجد المشتقة الاولى التفاضل كونستان قلنا بيساوي زيرو الاكس توتى باور ان ينزل الان ونقص واحد وطبعا دلوقتي تعودنا انه ممكن تبقى فانكشن تانية غير الاكس تبقى تي نينزل الواي داش ونقص واحد وقلنا تفاضل الاكس بيساوي واحد الكونست نتخرجه برا واجري التفاضل عادي جدا وبعدين اضربه لم يبقى مجموع او مطروح قلنا كل واحدة منهم بنحلها بصورة مستقلة لما يبقى عندك حاصل ضرب دلتين بنفاضل الاولى في التانية زي المشتقة التانية في الاولى وده اسمه البرودكت طيب لما يبقى عندك كوشنت او تدالة الكسرية مشتقة البسط في المقام نقص البسط في تفاضل المقام على المقام تربية دخلنا دلوقتي في تعريفات هامة جدا قلنا كلمة rate of change تعني اوجد المشتقة الاولى او التفاضل وبالتالي لما نقول rate of change معدل التغير بالنسبة للتوتال كوست يبقى توتال كوست سمناها سي اوف اكس يبقى تفاضل سي اوف اكس سي داش كمان قلنا البروفيت فانكشن قلنا البروفيت فانكشن هي دلت الربح هي عبارة عن الفرق ما بين الريفينيو فانكشن اللي هي دلت الايراد ناقص الكوست فانكشن دلت التكلفة ورمزنا البروفيت فانكشن بي اوف اكس ريفينيو فانكشن اوف اكس كوست فانكشن سي اوف اكس عشان كل واحدة الحرف الاول منها عشان تبقى سهلة في حفظ الرموز بتاعتها بعد كده عرفنا حاجة اسمها المارجنال الحدي قلنا المارجنال في العموم هو عبارة عن المشتقة يعني مارجنال كوست يبقى سي داش مارجنال بروفيت هيبقى بي داش مارجنال ريفينيو هيبقى ر داش واخدنا طبعا مجموعة من المسائل على الجزء ده فمارجنال ريفينيو ر داش مارجنال بروفيت بي داش مارجنال كوست سي داش خدنا مجموعة من الامسنا على الكلام ده بعد كده اتكلمنا على التفاضلات العليا التفاضلات العليا يعني انا ابدأ اعمل المشتقة الثانية المشتقة الثالثة المشتقة الرابعة F داش الكلام ده واخدنا اكتر من مسألة قلنا بعد ما نجري التفاضل نعمل الاختصار لكن بنكتبها ازاي خلي بالك لو انت بتكلم دي باي دي اكس يبقى نقدر نقول دي اف باي دي اكس ده المشتقة الاولى دي تو اف باي دي اكس سكوير تتقري كده دي تو اف باي دي اكس سكوير دي ثري اف ما نقولش باور ثري دي قول دي ثري اف باي دي اكس كيوب دي فور اف باي دي اكس فور D5F اذا تكلمنا على D يعني نبقى كده نقول ايه مشتقة الاولى الثانية الثالثة الرابعة وخمسة وهكذا لو تكلمنا بداش برايم سنقول Fداش المشتقة الاولى Fداب الداش المشتقة الثانية F finden مشتقة الثالثة بعد التلاتة ما قدرش بقى اعمل داش 4 و5 و6 هتبقى كبيرة جدا فاعتمدوا اختصار من يكتب بين قسين الرقم اللي يشير الى رقم التفاضل يعني المشتقى الرابعة اف اربعة بين قسين المشتقى الخامسة اف خامسة بين قسين وهكذا طبعا احنا لما بنجري تفاضل مرة واثنين وتلاتة واربعة يمكن بعد كده توصل لزير ويبقى اي تفاضل بعد تالي للتفاضل ده هيبقى زير ويبقى كده المسألة خلصت عند هذا الحد ومش هيبقى فيها تكملة ولا حاجة بالشكل ده تمام خدنا طبعا مجموعة من المسائل ازاي نفاضل كل واحدة ونوجد تفاضل التالت ولا الرابع ولا الخامس خلي بالك لما بيطلب مني مشتقى تانية او تالتة او رابعة وهكذا ويطلب تعويض بقيمة يبقى دي مرحلتين المرحلة الاولى هو ايجاد المشتقى وحسابها كقانون والمرحلة التانية هو التعويض بالنقطة اللي هو طالبها مني في المسألة ده بالنسبة للجزء ده ختمنا كمان بالتطبيق الخاص بالحركة وقلنا اني انا عندي تلات دوال دالة الدستانس اللي هي الاس ودالة الفيلوسيتي اللي هي الفي ودالة الاكسليريشن اللي هي الاي كلهم طبعا بنتكلم انها فانكشن فيه التايم او التي الزمن الدستانس اللي هي الاس دي المسافة السرعة اللي هي ال v ال velocity وال a ال acceleration او العجلة او التسارق ايه العلاقة ما بينهم ان انت لو مسكت دالة distance فاضلتها بالنسبة لل t يعني طلعت ds by dt يبقى انت حسبت ال velocity function ال v لو عملت تفاضل تاني يعني فاضلت distance مرتين يبقى انت طلعت ال acceleration او فاضلت ال velocity مرة يبقى انت كده طلعت ال acceleration يبقى ال acceleration هي المشتقة الاولى لل velocity وهي المشتقة التانية لل distance العجلة او التسارق هي التفاق المشتقة الاولى للسرعة وهي المشتقة الثانية للمسافة او distance وخدنا طبعا مسألة وعملنا التفاضل ونخلي بالنا ان احنا هنا بنتكلم على حاجة بالنسبة لل t ال velocity function v of t هي derivative of distance function s of t كمان قلنا ال acceleration function او التسارق او العجلة هي عبارة عن دي باي دي تي ليه ال velocity function او قلنا ان العجلة مباشرة العلاقة بينها وبين ال distance هي second derivative بالنسبة للس يعني دي تو باي دي تي سكوير للس تمام كده ده بالنسبة للجزء ده طيب احنا كده خلصنا التطبيقات سواء كانت في معدل التغير او ال profit function يعني معدل التغير ال rate of change او دالة التكلفة ال cost function او دالة الربح ال profit function او دالة الاراد ال revenue function وقلنا كل ده ممكن نسأل فيه العلاقة ما بين الربح والتكلفة والاراد قلنا ال profit function هتبقى ال revenue function ناقص ال cost function p of x تساوي r of x ناقص c of x الربح يساوي الاراد ناقص التكلفة كلمة rate of change اللي هي معدل التغير تعني تفاضل rate of change لاي function يبقى تفاضل الفنكشن دي كلمة marginal برضو تعني تفاضل لما نقول marginal cost marginal revenue marginal profit يبقى انت مطلوب منك marginal cost يعني c dash marginal profit يعني p dash marginal revenue يعني r dash بعد كده خدنا التطبيقات او التفاضلات العليا قلنا المشتقة التانية والمشتقة التالتة والمشتقة الرابعة لما ابدأ اقول داش دابل داش تريبل داش فيما بعد بحط رقم بين قسين او دي باي دي اكس دي باي دي تو باي دي اكس سكوير دي ثري باي دي اكس سكوير واكس كيوب وهكذا ده لو طريقة كتبتها بالطريقة دي او بالطريقة دي وخدنا طبعا مجموعة من الامثلة على الجزء ده اتكلمنا في الحاجة الاخيرة على العلاقة بين الدستانس والفلوسيتي والاكسليريشن الدستانس دالة المسافة لما بنفضلها يطلع لنا دالة السرعة لما بنفضلها بيطلع لنا دالة العجلة او التسارع او الايه وقلنا ان كلهم طبعا بيكلموا انهم فانكشن في تي طيب زي ما ده ملخص اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة طبعا الجزء بسيط ونقدر نطبع عليه ان شاء الله ولما نشوف حلقة النقاش نكون لو في حاجة مش منفهومة نبدأ نوضحها مع بعض الجزء الاخر اللي احنا اتفقنا عليه من المرة اللي فاتت هنعمل حاجة اسمها الانسولفد ده كده ملخص خلاص الانسولفد اكزامبلز مجموعة من المسائل الغير محلولة ومطلوب منك ان انت تفكر فيها وتحلها لغاية ما ايه ما نلتقي المرة جاية فيه مجموعة يمكن تسع مسائل او حاجة بتغطي كل اللي احنا اتكلمنا فيه بصوا كده اول مسألة عندنا بروفت فانشن بي اوف اكس مدهالي بالشكل ده فايند ريفينيو فانشن طبعا وفيه كوست فانشن موجودة اكيد هاتبها لكم ونحلها فطبعا المسألة هنا مديني البي اوف اكس والسي اوف اكس ومطلوب الريفينيو فانشن ومطلوب المارجن الريفينيو فانشن ومطلوب آآ الريفينيو فانشن عند الايه الالف يعني هنبقى تدلت الريفينيو فانشن الايراد هنجيبها ازاي عن طريق الكوست والبروفت فانشن اللي هو مدهالي وكمان هنوجد يعني ار داش وبعدين نعوض بقيمة هنا طبعا آآ مديني التوتال كوست ومطلوب مني ريت اوف تشينج اوف توتال كوست ريت اوف تشينج اوف توتال كوست كلمة ريت اوف تشينج يعني ايه خلاص احنا عارفين هنعمل تفاضل وبعدين نعوض عن اكس بكام بمية وخمسين زي ما هو طالب في المسألة هنا مطلوب مني second derivative of function f of x والفانشن معروفة نقدر نفاضلها هنا مطلوب third derivative يعني المشتقى التالتا نخلي بالنا طيب هنا مطلوب second derivative خلي بالكو الجزر الجزر لازم يحول الاول اكس باور كام ها باور نص ومفاضل عادي جدا واختصر وبعدين اشوف التفاضل طيب ايه كمان هنا بقى given the function f of x بالساوي كزا find the value of f double dash of one يعني ايه يعني نوجد التفاضل مرة واثنين وخطوة اخيرة نعوض عن كل اكس بواحد في المشتقى التانية زي ما هو طالب بالشكل ده ونشوفها طيب ايه كمان هنا معندنا f of x بالساوي five x square plus seven x minus six مطلوب مني بقى كام هنا f triple dash of zero يعني ايه الكلام ده يعني اوجد f dash of x افاضلها بعدين افاضل مرة كمان f double dash of x بعدين افاضل مرة تالتة اللي هي f triple dash of x وفي النهاية انا عوض عن كل اكس بزيرو في المشتقى التالتة فقط خلي بالك في ناس بتخطئ وبعد ما اتفاضل مرة تعوض بالزيرو وتواضل مرة لا انت الاول بتشوف هو عايز تفاضل التالت عند الزيرو يبقى المشتقى الاولى f dash و f double dash هي عامل مساعد للوصول ل f triple dash بس مش محتاج اعمل او اتعامل معها في حاجة هي مجرد ان انا همسك ال f of x اعمل لها تفاضل يطلع لنا f dash of x اعمل لها تفاضل تاني يطلع لنا f double dash of x اعمل لها تفاضل تالي يطلع لنا f triple dash of x المطلوب مني التعامل مع ال f triple dash هو ده اللي هعوض بها بالقيمة اللي عندي يبقى التعويض بيتم في اللي هو مطلوب فقط لكن المشتقى الاولى والتانية هم عامل مساعد للوصول الى طريق بيوصلني بس ال f triple dash المشتقى التالتة لكن مش بيأثر معايا ولا بعوض فيه ولا اعمل اي حاجة بخصوص ال f triple a dash طيب يبقى هنا بعد ما هنعمل تفاضل مرة واثنين وثلاثة نعوض بكم بزيرو اللي بعده عندنا second derivative للاربعة على x power 6 ماذا نفعل هل نقدم نفاضل بالطريقة دي ولا نعمل ايه الاول خلي بالنا قبل التفاضل لازم ارتب المسألة بطريقة سهلة ما دي اطلعها فوق x power ناقص 6 وابدأ من هنا افاضل مرة واثنين يبقى لازم اعيد ترتيب المسألة بشكل يسمح ان انا اقدر افاضلها وحلها بطريقة سهلة زي ما تعودنا وشوفنا في المسائل السابقة او في المحاضرة السابقة طيب هنا برضو نفس الكلام لازم يطلع النقص خمسة ده فوق بكم بخمسة وابدأ افاضل بطريقة عادية جدا لانه هو عايز second derivative افاضل مرتين ما ننساش ان ان هو مطلوب مني التفاضل الكام التاني التالت وهكذا هنا مطلوب طبعا second derivative ماشي ايه كمان هنا المسألة معرف لي الاس بالساوي خمسة تي تكعيب ومطلوب مني acceleration الاس دي distance function وهي function في تي مطلوب مني acceleration مباشرة ان نعمل ايه ها acceleration وانا عندي distance يعني مطلوب مني التصارع او العجلة وانا عندي المسافة كل اللي عمله افاضل المسافة دي مرتين بالنسبة للتي يبقى هنعمل او نجري التفاضل مرتين بالنسبة للتي عشان نوصل لمين للعجلة او التسارع طيب لو فضلنا اول مرة هنوصل لمين هنوصل للفيلوستي هو طالب مني حاجة في الفيلوستي لأ فالفيلوستي اكدناها المشتقة الاولى هو كل اللي عمله هي عبارة عن طريق بيوصلني للمشتقة التانية اللي هي تمثل العجلة او التسارع او اللي انا فعلا محتاجها في المسألة دي يبقى هنا الاس هنفاضلها مرة هنعمل دي اس باي دي تي تمام فعليا لما فاضلت مرة انا طلعت الفي ماشي دي معلومة احنا نعرف هنا لكن هو مش محتاج مني الا الاكسلريشن يبقى نفاضل مرة كبان نعمل دي تو اس باي دي تي سكوير مشتقة تانية او ان انا اللي طلع ده اسمه في عمله دي في باي دي تي يعني هفاضل ده مرتين هل هنكتفي بكده المفروض اعوض عن تي بكام بعشرة يطلع لي قيمة هو ده الحل بتاعنا بالشكل ده ده بالنسبة لاخر جزء فاحنا شوفوا كده مجموعة المسائل دي بتغطي كل اللي احنا خدنا الانسول اتفقنا بنعملها خلاص في اي محاضرة قادمة مجموعة من المسائل انتو اللي تفكروا في ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة ادي عشر مسائل بتغطي كل اللي احنا خدنا اللي احنا خدناه بالتحديد تعريفات في الاول على كلمة rate of change او معدل التغير cost function دلت التكلفة profit function دلت الربح revenue function دلت الايراد بالتحديد cost function c of x profit function p of x revenue function r of x كلمة المارجنال تعني تفاضل كلمة rate of change تعني تفاضل بعد كده ايه العلاقة بين دلت الايراد والتكلفة والربح الprofit function هي عبارة عن revenue function ناقص cost function p of x تساوي r of x ناقص c of x ايه كمان بعد كده اتكلمنا على المشتقات العليا المشتقات التانية والتالتة ببساطة جديدة احنا بنقولها d by dx d 2 by dx square d 3 by dx cube d 4 by dx to the power 4 and so on ده لو بتكلم على ال d او بنقول f dash f double dash f triple dash ونقف نقول ما نقولش بقى 4 dash و5 dash لا نقول 4 بين قوسين 5 بين قوسين 6 بين قوسين وهكذا اخر تطبيق كان طبعا على المسافة والسرعة والعجلة او التسارع المسافة function في t بمفضلها يطلع لنا السرعة v بمفضلها كمان يطلع لنا ال acceleration او العجلة لو انا عندي المسافة ومحتاج العجلة مباشرة بعمل second derivative لو انا عندي velocity ومحتاج التسارع اعمل derivative لو عندي المسافة ومحتاج السرعة اعمل derivative ده كده مجمل اللي احنا اتكلمنا فيه النهاردة ورجعناه طبعا المحاضرة دي مرتبطة بالمحاضرة بتاع التفاضلات السابقة لان قوانين التفاضلات تسري معنا زي ما هي لو قلنا اه كل القوانين اللي احنا اخدناها في التفاضل موجودة معنا في الجزئية دي ده كده التطبيقات اللي على التفاضلات اه وده نهاية محاضرة اليوم اه كل الامنيات الطيبة لكم بالتوفيق والتيسير والسداد وكل عام وانتم بخير باقتراب شهر رمضان المبارك اه اعاده الله علينا بالخير واليومني والبركات نلتقي ان شاء الله في حلقة النقاش القادمة زي ما اتفقنا لو سمحتوا قبل ما نبدأ حلقة النقاش نكون شفنا الريكورد عشان نكتب المفاهيق نكتب الاستفسارات اللي موجودة عندنا ولو قادرنا نحل المسائل اللي هي الانسولبت اجزامبلز نحل لها عشان لما ييجي حلقة النقاش نثبت المعلومة ونناقش في الحاجات اللي انتم فقط محتاجينها كل الامنيات الطيبة بالتوفيق والتيسير والسداد للجميع ونشوفكم على خير ونراكم دايما في احسن حال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة